أبنائي وبناتي طلبة السلامة العامة هنتكلم النهاردة عن أول درس من دروس الجغرافيا السياسية وهو بعنوان مدخل دراسة الجغرافيا السياسية هنبدأ نتكلم عن المقدمة اللي بتكلم عن تطور خريطة العالم السياسية بيقول يشاهدت خريطة العالم السياسية تغيرات مستمرة على مر التاريخ احنا عاوزين نجيب الدليل على ان هذه المقولة مقولة صحيحة الدليل على كده ان حصل اندماج دول مع بعضها البعض او انقصام دول اخرى زي اندماج المانيا الشرقية والمانيا الغربية وزي اندماج اليمن الشعبية واليمن الجنوبية وانفصال بعض الدول زي ما هنعرف دلوقتي من خريطة العالم السياسية كمان حصل ظهور واختفاء دول تانية يعني ظهرت دول واختفت دول كنا نسمع عن الدولة العثمانية اختفت الدولة العثمانية ما كناش نسمع عن دول ظهرت حاليا على خريطة العالم السياسية حصل كذلك نزج علاقات دولية جديدة وتمزق علاقات اخرى وحصل اختلاف توزيع القوى العالمية بظهور قوى عالمية جديدة واختفاء قوى عالمية اخرى مثال على كده لما نشوف ان امريكا بقت هي القوى العظمة الوحيدة في العالم بعد تفكك الاتحاد السوفيتي ظهرت كذلك قوى عالمية مثل الصين واليابان والمانيا لو بصنا على خريطة كارت اسيا قبل سنة 1991 يعني قبل تفكك الاتحاد السوفيتي وبصنا على نفس الخريطة دي بس بعد تفكك الاتحاد السوفيتي اللي هو حاليا دلوقتي هنلاقي ان الاتحاد السوفيتي تفكك الى اكتر من 16 دولة وده معناه ان خريطة كارت اسيا السياسية اتغيرت من سنة 1991 الى ما بعد 1991 يعني قبل تفكك الاتحاد السوفيتي وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي طيب احنا عاوزين نعرف يعني ايه مفهوم الجغرافيا السياسية الجغرافيا السياسية في تعرفها هي فرع من فروع الجغرافيا البشرية طبعا احنا عارفين ان الجغرافيا بتنقسم الى جغرافيا طبيعية وجغرافيا بشرية فالجغرافيا السياسية هي فرع من فروع الجغرافيا البشرية هي بتهتم بدراسة المقاومات الجغرافية اللي هي بتشمل المقاومات الطبيعية والمقاومات البشرية للدولة وبتجرس كمان التنظيم الداخلي للدولة وتأثير ذلك على قوتها السياسية وعلاقتها الدولية يبقى نقول تاني مع بعض كده تعريف الجغرافيا السياسية هو أنها يفرع من فروع الجغرافيا البشرية يهتم بدراسة المقاومات الجغرافية سواء زكاة طبعية أو بشرية للدولة وتنظيمها الداخلي وتأثير ذلك على قوتها السياسية وعلاقتها الدولية طيب إيه هي علاقة الجغرافيا السياسية بالعلوم الأخرى؟ هلاقي أن الجغرافيا السياسية الجغرافيا عمتاً علم الجغرافيا بينقسم إلى جغرافيا طبيعية وجغرافيا بشري فهلاقي أن فروع الجغرافيا السياسية لها علاقة قوية جداً بفروع الجغرافيا الطبيعية وفروع الجغرافيا البشرية ليه؟ لأنها تمدها بالبعلمات اللازمة عن المقاومات الطبيعية والبشرية للدولة طيب أئذن كل فروع علم الجغرافية بتحتاج إلى دراسة الجغرافية السياسية طيب كمان العلوم الأخرى فهناك علاقة وطيضة أساسية بين الجغرافية السياسية وعلم التاريخ وبين الجغرافية السياسية والعلوم السياسية هنتكلم عن تطور علم الجغرافية السياسية على يد مجموعة من العلماء وازاي هؤلاء العلماء يعني بدأوا يفكروا او يكتبوا الكتابات الاولى عن علم الجغرافية السياسية قبل بيظهر العلم دوت بشكل مباشر واساسي على يد ردز عندنا اول عالم من العلماء دول هو ارستو جنسيته يوناني وعندنا العالم المسلم عبد الرحمن ابن خلدون وده طبعا عربي مسلم احنا هندرس كل واحد فيهم ايه المؤلف اللي هو ألفه يعني اشهر كتبه في مجال الجغرافية السياسية او في بدايات التفكير في علم الجغرافية السياسية هنلاقي ان ارستو عمل كتاب اسمه السياسة وعبد الرحمن ابن خلدون عمل كتاب اسمه مقدمة التاريخ او مقدمة ابن خلدون طيب ايه هي الاراء والافكار بتاعة كل عالم من العلماء دول افكار واراء ارستو ارستو يعتبر اشهر واحد كتب في الجغرافية السياسية قديما وده ظهر زي ما احنا قلنا من شوية في الكتاب بتاعه او المؤلف بتاعه اللي هو كتاب السياسة طيب ايه العناصر او ايه الكلام اللي قاله ارستو بخصوص علم الجغرافية السياسية ارستو تناول عناصر الدولة المثالية يعني الدولة اللي المفروض كل الدول تكون زيها اتناول العناصر دي فيه خمس موضوعات اساسية اول حاجة تناول عدد سكان الدولة مواردها الاقتصادية عاصمة الدولة جيش الدولة والحدود السياسية للدولة كمان ناقش مدى قوة الدولة او ضعفها كمركب سياسي من خلال العلاقة بين حاجتين عدد سكان الدولة والموارد الاقتصادية للدولة دي وناقش ايضا موضوع الحدود السياسية المحصنة وموقع الدولة الجغرافي وتأثير المناخ عليها دي اراء العالم او يعني العالم اليوناني ارستو بعد كده عندنا عبد الرحمن اب خلدون هو احد ابرز المفكرين الاسلاميين او المسلمين هو اضاف كثير الى الفكر الجغرافي ويركز في دراسته في البناء السياسي للدولة على ظاهراتين اساسيتين في العالم العربي وقت ذاك وهما القبيلة والمدينة عبد الرحمن ابن خلدون هو اللي عرف اسم الدولة بما يسمى بدورة حياة الدول وضع الاطار العام فيما يعرف في الجغرافيا السياسية بدورة حياة الدول وهي تشمل اربع عناصر نشأة الدولة سبات الدولة نضوج الدولة وفترة الالبحلال والضعف للدولة علشان كده هو تكلم عن عوامل قيام الدول نهضتها وسقوطها بعد كده عندنا فريدريك راتزل ورودلف كيلين طبعا فريدريك راتزل هو عالم ألماني وكيلين هو عالم سويدي الكتاب اللي ألفه فريدريك راتزل هو يحمل اسم الجغرافيا السياسية أما مؤلف فريدريك راتزل فهو تناول موضوع الجيوبوليتيك لما نيجي نتكلم عن فريدريك راتزل هنلاقيه أنه هو صاحب الميلاد الحقيقي للجغرافيا السياسية علشان كده بنقول جاء الميلاد الحقيقي للجغرافيا السياسية على يد فريدريك راتزل ليه؟ ليحنا قلنا كده؟ علشان هو ألف أو كتب أول كتاب يحمل اسم الجغرافيا السياسية سنة 1897 فهو بالتالي عمل كتاب بيحمل اسم ده مباشرة وهو مؤلفه العلمي في الجغرافيا السياسية راتزل اعتبر أن الدولة بمثابة كائن حي تنطبق عليه قوانين الميلاد والنمو والوفاء ذكر راتزل في أراءه أو في كتابه أن الخريطة السياسية للعالم تشكلت نتيجة للصراع بين الدول يقول تاني الحتة دية راتزل ذكر أن الخريطة السياسية للعالم تشكلت نتيجة للصراع بين الدول ظهر مصطلح الجيوبولوتيك على يد العالم السويدي رودلف كيلين بعد سنتين بالضبط من كتاب راتزل في الجغرافيا السياسية يعني سنة 1899 طيب إيه هو مفهوم الجيوبولوتيك أو تعريف الجيوبولوتيك هو بيدرس تأثير العوامل الجغرافية والاقتصادية والبشرية في السياسة الدولة الخارجية وبيقول أن الهدف من تطور القوى السياسية للدولة أنه يتحقق هدفين هدف داخلي وهدف خارجي الهدف الداخلي أنه يتحقق الوحدة والتجانس بين أفراد الشعب أما الهدف الخارجي فهو الحصول على حدود طبيعية جديدة بمعنى أن الدولة تتوسع على حساب الدول المجاورة له علشان كده حصل عندي خلط ما بين الجغرافيا السياسية والجيوبولوتيك وخاصة في الحرب العالمية الأولى والتانية واللي استغلوا الألمان أسوأ استغلال في الفترة دية وأدى إلى اعتقاد البعض أنهما علما واحدا الجيوبولوتيك والجغرافيا السياسية وظهر ده في التوسع الإقليمي والغزو الاستعماري اللي أمد بألمانيا في الحرب العالمية التانية لما استغلت مفاهيم الجغرافيا السياسية عند ردزل بصورة خطأ ويتوسعت على حساب الدول المجاورة لها واعتبرتها هي المجال الحيوي لها استمروا لتطور الجغرافيا السياسية وحيث كانت التغيرات التي طرعت على قرية العالم السياسية أثر في تطور هذا العلم وبالتالي حصل عندي انتعاش في الجغرافيا السياسية وبدأ هذا العلم يأخذ الطابع الشمولي أو طابع العالمية طيب إيه واجه الشبه والاختلاف بين الجغرافيا السياسية والجيوبوليو وجه الشبه ان الاتنين بيدرسوا الزروف الجغرافية للدولة أو الدولة في ظروفها الجغرافية اللي احنا كلنا متفقين ان هي بتشمل الزروف الطبيعية والظروف البشرية ولكن هناك اختلاف وهو ان الجغرافيا السياسية بتدرس الكيان القائم للدولة كما هو فعلا الوضع للدولة موجودة عليه بمعنى انها تدبس الدولة ككيان استاتيكي ثابت يعني استاتيكي ثابت يعني الدولة ثابتة الحدود ليس لها توسع على حساب الجيران اللي حواليها ما بتتوسعش او ما بتجبرش زي ما بيقول اما الجيوبولوسيك فهي ترسم تصورا لما يجب ان تكون عليه الدولة وخاصة في المستقبل وبالتالي فهي بتطالب الدولة بالتوسع في المستقبل في مجال السياسة الخارجية لذلك فهي تنظر للدولة ككائن حي يعني ايه كائن حي؟ يعني الكائن الحي دوت لابد انه هو بينمو فينمو على حساب الدول المجاورة له بمعنى ان الدولة هتحتل الدول المجاورة لها عندما تصل الى درجة من القوة ان هي تفعل هذا الاحتلال جزء تاني من الدرس الاول وهو بيكلم عن اهداف ومجالات وتقنيات الجغرافية السياسية نبدأ نتكلم عن اهداف الجغرافية السياسية الاهداف دي بتتمثل فيه واحد دراسة الملامح الجغرافية للدولة وطبعا عارفين الملامح الجغرافية هي بتشمل الملامح الطبيعية والبشرية للدولة يعني الملامح الطبيعية زي مظاهر سطح الدولة زي مناخ الدولة المظاهر البشرية او الملامح البشرية زي عدد سكان الدولة وحجم سكانها والموارد الاقتصادية بتاعتها وده هناخده ان شاء الله قدام في دروس بتاعتنا الهدف التاني هو تحديد عناصر قوة وضعف الدولة وطبعا احنا بنسمي الدولة وحدة سياسية يبقى هدف الجغرافية السياسية تحديد عناصر القوة والضعف في الدولة رقم ثلاثة تحليل التجمعات الاقليمية والعالمية تحليلا جغرافيا موضوعيا يعني ايه تجمعات اقليمية؟ لما اقول الجامعة العربية ده تجمع اقليمي لما اقول هيئة الامم المتحدة ده تجمع دولي او عالمي احنا بنحلل في الجغرافية السياسية سبب التجمع دوة مثلا الجامعة العربية هو تجمع اقليمي زي ما احنا قلنا بنحلله جغرافيا ايه الاسباب اللي خلت التجمع دوة يحصل جغرافيا يعني طبيعيا وبشريا بشكل مضوعي رقم اربعة اهداف الجغرافية السياسية انها بتوفر البيانات اللازمة لاتخيز القرارات السياسية والعسكرية ذات الابعاد المكانية اللي هي الجغرافية يبقى الجغرافيا السياسية بتوفر لي بيانات ومعلومات لاصحاب القرار من الناحية السياسية او العسكرية فيما يخص المسائل الخاصة به الابعاد المكانية والجغرافية كمان من اهداف الجغرافيا السياسية انها يتعرفني بالمشكلات السياسية وتقترح حلول مناسبة لها وده حصل في حالتين الحالة الاولى في الدفاع عن حق مصر في قضية طابة بعد حرب اكتوبر سنة 1973 لم تحصل مصر على مدينة طابة الا بعد ما يرسمى بالتحكيم الدولي وده كان سنة 1989 بسبب الجغرافيا السياسية او دور الجغرافيين المصريين في الدفاع عن حق مصر في قضية طابة الموقف التاني اللي حصل او المشكلة التانية اللي حلتها الجغرافيا السياسية كان دور الجغرافيين في رسم الحدود السياسية في اوروبا بعد الحرب العالمية الاولى والتاني يبقى الاهداف الجغرافيا السياسية رقم 5 التعريف بالمشكلات السياسية واقتراح حلول مناسبة لها زي ما حصل في قضية طابة في مصر وزي ما حصل في رسم الحدود السياسية في اوروبا بعد الحرب العالمية الاولى والتاني عندنا كمان مجالات الجغرافيا السياسية تطور علم الجغرافية السياسية أثر كتير في تطور مجالات دراستها فحنلاقي اللي احنا كان عندنا مجالات لدراسة الجغرافية السياسية قديما ومجالات لدراسة الجغرافية السياسية حديثا حنشوف كده مع بعض قديما كان اهتمام الجغرافية السياسية بيتمثل في دراسة واحد الوحدات السياسية وإحنا قلنا يعني وحدة السياسية معناها دولة ده المعنى المشهور عندي في المنهج بتاعي كمان بتدرس العلاقات الدولية والمشكلات السياسية يبقى كان اهتمام الجغرافية السياسية قديما متمثل في دراسة الدولة أو الوحدات السياسية والعلاقات المكانية والمشكلات السياسية طب حديثا في الوقت الحاضر بدأت تتسع مجالات الجغرافية السياسية بسبب التغيرات اللي شاهدها العالم في أواخر القرن العشرين وبدأت تشمل ما يلي واحد الدولة اتنين التحليل السياسي للقوة ثلاثة النظام العالمي الجديد وما ينتج عنه من تغيرات وبالتالي احنا هنبدأ ندرس هذه المجالات في الوقت الحاضر نبدأ أولا الدولة كمجال لدراسة الجغرافية السياسية بتشمل دراسة الدولة من حيث الخصائص الطبيعية للدولة يعني احنا بندرس خصائص الطبيعية للدولة في الجغرافية السياسية وده عنوان أحد الدروس اللي عندنا اللي هي المقوامات الطبيعية للدولة اللي احنا اخدها ان شاء الله مع بعض الخصائص الطبيعية بتشمل موقع الدولة مثلا مساحة الدولة تدريس الدولة مناخ الدولة مواردها الطبيعية كذلك بندرس الخصائص البشرية للدولة من حيث عدد السكان او من حيث السكان كلهم عددهم وتركبهم وتوزيعهم والانشطة الاقتصادية للدولة السياسات العامة للدولة وعلاقاتها الخارجية تحليل قوة او ضعف الدولة في ضوء الخصائص الطبيعية والبشرية لها نقول تاني مع بعض كده يا شباب عندنا الدولة كمجال لدراسة الجغرافية السياسية بندرس اربع حاجات بندرس الخصائص الطبيعية للدولة بندرس الخصائص البشرية للدولة سياستها العامة تحليل قوة او ضعف الدولة ثانيا التحليل السياسي للقوة وده المجال الثاني من مجالات الجغرافية السياسية في الوقت الحاضر بتتركز دراسة الجغرافية السياسية في هذا المجال على دراسة الأبعاد الجغرافية للصراع بين القوة المتنافسة على مسرح السياسة العالمية يعني ايه كلم دوت؟ يعني بندرس صراع القوة المتنافسة على مسرح السياسة العالمية من حيث أبعادها الجغرافية يعني كل دولة من الدول دي أو كل قوة من القوة دي بندرس الأبعاد الجغرافية اللي خلتها تتنافس على مسرح السياسة العالمية سلسا النظام العالمي الجديد وما ينتج عنه من تغيرات هذا المجال يعتبر بالغ الأهمية السبب؟ رقم واحد التغيرات السريعة اللي بيشهدها النظام العالمي الجديد في السنوات الأخيرة رقم اتنين اتجاه القوة الرأسمالية الكبرى للسيطرة على مقدرات وموارد دول العالم السالس يعني ايه الكلام دوت؟ يعني الدول الكبرى الدول العظمى في العالم الدول الرأسمالية المسيطرة على كل التقدم العلمي في العالم كله ازاي بتتجه ان هي تسيطر على موارد الدول الفقيرة من دول العالم التالي ازا فالنظام العالمي الجديد يتميز بما يسمى السمولية لانه بيتضمن عدة مجالات ترتبط بنظام العالمي وهي واحد التكتلات الاقتصادية والسياسية مثل السوق الاوروبية المشتركة واتفقية منظمة التجارة العالمية واثرها على الدول اتنين الاحلاف العسكرية زي حلف شمال الاطلنطي اللي هو النيتو تلاتة ظاهرة العولمة اللي ظهرت في منتصف التسعينيات من القرن العشرين ودي حنتكلم عن معناها بعد شوية اربعة قضايا الامن المائي والجزائي والطاقة للدول خمسة المنظمات الدولية مثل منظمة الامم المتحدة زي ما احنا قلنا منظمة دولية والمنظمات الاقليمية مثل جامعة الدول العربية دي كلها عبارة عن مجالات بترتبط بنظام العالمي الجديد واشياء ظهرت حديثا على مصرح السياسة العالمية بين دول العالم بندرس سيكاتوريات اقتصادية بندرس احلاف عسكرية بندرس ظاهرة العولمة قضايا الامن المائي والغزائي والطاقة والمنظمات الدولية طب ايه المقصود بمصطلح العولمة العولمة هي عملية تغيير الانماط الانماط يعني الانواع النظم الاقتصادية والاجتماعية شكل الحياة وشكل الاقتصاد في الدول الضعيفة الدول القوية بتفرض هيمنتها وسيطرتها على الدول الضعيفة بمعنى ان هلاقي ان الدول القوية اقتصاديا بتفرض النظم الاقتصادية بتاعتها على الدول الفقيرة وكمان بتفرض النظام الاجتماعي من عادات وتقاليد واكل ولبس وتفكير حتى الاستماع للموسيقى بتفرضه على الدول الفقيرة اذا فالعولمة هي عملية تغيير الانماط تغيير شكل النظم الاقتصادية والاجتماعية اللي بتقوم بيها الدول القوية علشان تفرض هيمنتها على الدول الضعيفة ومن هنا هلاقي ان العولمة دي بتشمل عولمة اقتصادية وعولمة اجتماعية طبعا دي خارطة العالم بتوضح لنا القوة العظمة في العالم زي الولايات المتحدة الامريكية ودول اوروبا وازاي الدول دي بتقدر تفرض سيطرتها على دول العالم التالت زي قارة افريقيا او حتى قارة امريكا الجنوبية عندنا جزء تاني بيتكلم عن الجغرافيا السياسية والتقنيات الحديثة الصورة اللي احنا شايفينها دي طبعا كلنا عارفين ان دي صورة امر صناعي ده معنى ان العالم تطور بشكل يعني تكنولوجي كبير جدا والتطور ده اثر على تطور علم الجغرافيا السياسية فبدأت تظهر وسائل وتقنيات حديثة بتستخدمها الجغرافيا السياسية الآن وهي ما يسمى بالاستشعار عن بعد وده احنا خدنا في منهج تانية سنوي السنة اللي فاتت لما قلنا ان الاستشعار عن بعد هو العلم اللي بقيس به او بحصل به على المعلومات عن سطح الارض بواسطة اجهزة تصوير او مستشعارات لا تلامس سطح الارض وهو بيشمل التصوير الجوي والتصوير الفضائي تطور للسشعار عن بعد وبقى عندي ما يسمى باجهزة تحديد المواقع العالمية اللي هي الجي بي اس وده ادى الى توفير ما يسمى بالمرئيات الفضائية اللي هي الصور الفضائي اللي احنا بنشوف دلوقتي ان الامر الاصطناعي بيصور كرة الارضية وبدأت او بدأ للسعار عن بعد يدي لي معلومات دقيقة جدا جدا عن المجالات اللي بتهتم بيها الجغرافيا السياسية زي ايه زي الحدود السياسية بين الدول زي الممرات الملاحية والمياه الاقليمية للدول ممرات الملاحية دي زي المضايق كده مضيق جبل طارق مضيق باب المندب مضيق هورمز قناة السويس عندنا في مصر والمياه الاقليمية للدول ودي برضو هنتكلم عنها بعدين مناطق النزاعات بين الدول يبقى دي الاشياء اللي بدأت المرئيات الفضائية تديني معلومات دقيقة جدا عنها وهي بتهتم بيها او بيهتم بيها علم الجغرافيا السياسية وهي الحدود السياسية بين الدول الممرات الملاحية والمياه الاقليمية للدولة مناطق النزاعات بين الدول دي طبعا صورة صورة فضائية لمصر دي بتعرفني مدى اهمية او مدى استخدام الاستشعار عن بعد في التصوير الفضائي عندنا كمان تطور وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات او ما يمسمى بالمرئيات الفضائية لما نعرف المرئيات الفضائية هنقول ان هي صور بيتم انتقاطها مواسطة مستشعارات تثبت بالاقمار الصناعية من ارتفاعات عالية من سطح الارض وتغطي مساحة واسعة يعني تخيلوا الصورة اللي قدامي دي واخد كل مصر وكمان اجزاء من البحر المتوسط في صورة واحدة تطور وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية ادى الى العالم اصبح قرية كونية صغيرة بقى فيه سرعة تدفق المعلومات عبره الدول اللي احنا بنسميه دلوقتي الانترنت ان اي حاجة بتحصل في العالم انا بعرفها في اي حتة برضو في العالم في نفس اللحظة اللي بيحصل فيها هذا الحدث استبدأت الجغرافية السياسية كغيرها من العلوم من تكنولوجيا المعلومات المختلفة رقم ثلاثة عندي من التقنيات الحديثة هي نظم المعلومات الجغرافية او ما يسمى بالجي آي اس احنا قلنا دلوقتي ان التقنيات الحديثة دي بتشبع الرقم واحد للاستشعارها عن بعض رقم اتنين تطور وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات رقم ثلاثة نظم المعلومات الجغرافية الجي آي اس وده عبارة عن نظام معلوماتي بيقوم بتصميم برنامج معالجة معينة على الكمبيوتر وبيقوم احد الجغرافيين باعداد بيانات جغرافية محددة ويقوم بادخال هذه البيانات في جهاز الكمبيوتر وجهاز الكمبيوتر دوت بيديني نتيجة معينة او بيانات معينة او رسوم بيانية او خرايط بتساعدني في اتخاذ كرارات مناسبة ده ما يسمى بنظم المعلومات الجغرافية يبقى ده نظام معلوماتي بيقوم فيه احد المتخصصين بادخال مجموعة من البيانات الى جهاز الكمبيوتر الجهاز دوت فيه برنامج معالجة جغرافية بيقوم باعادة واسترجاع هذه البيانات بشكل معين على شكل مثلا رسوم بيانية او جداول بيانية بيساعدني انا في اتخاذ القرارات السياسية المناسبة طبعا دي مهمة جدا الناس اللي بيدرسوا جغرافية السياسية لانها بتوفر لي خرايط حديثة ودقيقة عن الدول بياني البيانات الدقيقة اللي بتساعد متخص القرار على اتخاذ القرارات السياسية السليمة بياني البيانات والمعلومات عن الموارد الطبيعية والبشرية واستخدامات الاراضي والتعرف على مدى قوة الدول كده احنا خلصنا الدرس الاولاني اللي هو بيتكلم عن مدخل دراسة الجغرافية السياسية اتكلمنا في الدرس دوت عن تعريف الجغرافية السياسية وتكلمنا عن اهم اعراء العلماء في علم الجغرافية السياسية وازاي تولد هذا العلم على يد العالم الالماني فريدريك رازل وتكلمنا بعد كده عن مجالات الجغرافية السياسية وعن اهداف الجغرافية السياسية وعن ازاي دخلت تقنيات الحديثة في الجغرافية السياسية ونكمل ان شاء الله الدرس القادم بعدين